اشتركوا في القناة القائل في كتابه الكريم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبدوه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم يكشف الكروب ويغفر الذنوب ويرحم عباده في الدنيا والآخرة حيث يقول الحق سبحانه إن الله بالناس لرؤوف الرحيم ويقول سبحانه هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن اسم الله عز وجل الرحيم جاء مقترنا باسمه عز وجل التواب والغفور دلالة على سعة أبواب رحمته ومغفرته وقبوله للتائبين حيث يقول الحق سبحانه إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ويقول سبحانه على لسان إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ويقول سبحانه ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ويقول تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ويقول جل وعلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ويأت اسم الله عز وجل الرحيم مقترنا باسمه عز وجل العزيز ليبين أنه سبحانه وتعالى يعفو عن الزلات رحمة وتفضلا بعزة واقتدار حيث جاء قوله سبحانه وإن ربك لهو العزيز الرحيم تسع مرات في سورة الشعراء وحدها ويقول سبحانه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم ويقول سبحانه عن القرآن الكريم تنزيل العزيز الرحيم ويقول تعالى عن يوم القيامة يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم كما اقترن اسم الله تعالى الرحيم باسمه البر أيضا حيث يقول تعالى في صفة أهل الجنة قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم والله سبحانه هو الرحمن الرحيم وهو البر الرحيم وهو الحكيم العزيز وهو القادر المقتدر وهو المانع والمانح وهو الغني المغني وهو المعز المذل فالأمر كله لله وقد جمع الله سبحانه اسمه الرحمن والرحيم في سورة الفاتحة التي يقرأها المسلم سبعة عشرة مرة كل يوم وليلة في صلاة الفريضة وحدها حيث يقول سبحانه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وفي سورة البقرة في قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ويقول عز وجل في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ويقول سبحانه في سورة فصلة تنزيل من الرحمن الرحيم ويقول تعالى في سورة الحش هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وفي ذلك دلالة على عموم رحمته سبحانه لجميع خلقه في الدنيا والآخرة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إن آثار اسم الله الرحيم تملأ الكون وتغمر الخلائق حيث يقول الحق سبحانه ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويقول سبحانه عن الأنعام وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم ويقول تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم ولا شك أن المؤمن الحق الذي يستشعر رحمة الله تعالى يقبل على ربه تائبا آملا في رحمة ربه وعفوه كما أنه يرحم عباد الله حتى يرحمه الله حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ويقول صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة واحفظ مصرنا وارفع رايتها في العالمين